اشتركوا في القناة قتال عنيف في ماريوبل الأوكرانية وقصف روسي على كييف وتسع ممرات لإجلاء المدنيين الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت جرانتش نشر إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم مشاهدين الكرام وبداية هذه النشرة مع الزميلة دارين مصطفى شكرا للاس اهلا بكم مشاهدين ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة اشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهمها بكل تفانا واخلاص على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود وتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال لقائه قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطاوي تزامنا مع احتفالة مصر والقوات المسلحة بذكر انتصارات العاشر من رمضان أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطاوي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكر انتصارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وألقى الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة أكد خلالها أن شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والرحمة والإحسان وهو شهر البطولات والفتوحات والانتصارات واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وجيشها من كل مكروه وسوء وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكر انتصارات العاشر من رمضان وأدار السيد الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة مشيداً بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهمها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكداً أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها أعلنت وزارة الخارجية عن عقد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يومي 21 وال22 من يونيو القادم تحت عنوان أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود ومستدامة وأوضحت الخارجية في بيانها أن فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى تؤكد حرص مصر على الدفع بأجندة العمل الأفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية مشيرة إلى أن النقاشات التي ستعقد بشكل هاجين افتراضياً وحضوري في القاهرة ستتطرق إلى عدد من الأولويات الهامة للقارة الأفريقية كما أكدت الخارجية أن نسخة المنتدى هذا العام تكتسب مكانة خاصة لكونها محطة أهم على صعيد الأعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية كوب 27 لتغير المناخ والذي ستصطدفه مصر في نوفمبر من هذا العام حيث ستصلت الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في أفريقيا عربياً بداية بالشأن الليبي تتواصل أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي الذي تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة بمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين قالت مصادر ليبية إن اجتماعات المسار الدستوري تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية حيث حرص المشاركون على التشاوري لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات كما أكدت المصادر أن اجتماعات المسار الدستوري تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري وتشريعي للانتخابات الوطنية بليبيا أداناً لمتحدث باسم وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى كما أكد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين واستماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفاً إسلامياً خالصاً للمسلمين هذا وأعاد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله بما في ذلك الدعوات المطالبة باختحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم محذراً من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة في سياق نفسه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى وأوضحت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيلي للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة أكثر من 160 مواطناً مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 400 فلسطينية بدورها أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق قرأ حدوث صدامات بين المتظاهرين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد براعيس في بيان أن بلاده تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جيتيريش عن قلقه إزاء احتدام الأوضاع في مدينة القدس المحتلة ودع الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة وقف الاستفزازات من أجل منع المزيد من التصعيد كما دعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني الراهني للأماكن المقدسة بالقدس المحتلة والالتزام بها أما الاتحاد الأوروبي فقد شدد على ضرورة وضع حدا لتصعيد الراهن في الأراضي المحتلة كما ذكر الاتحاد في بيان أنه يتابع بقلق شديد موجة العند في الأخيرة في الضفة الغربية والقدس مجددا دعوته لجميع الأطراف إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإلى الشأن اليمني حيث أكد المجلس الرئاسي اليمني أن يده ممدودة للسلام العادل والشامل مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع داخيلة تستهدف هويته العروبية كما شدد المجلس خلال اجتماع له على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعد أولوية وطنية قصوى مشيرا إلى أهمية تكامل الجهود المبدولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة استقلال القضاء التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساوى وخلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال أعرب الرئيس التونسي عن إدانته واستنكاره لاعتزام عددا من نواب البرلمان المنحل تأسيس برلمان تونسي في فرنسا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مطالبا النيابة العامة بالتحرك ضدهم هناك جملة من المواضيع التي سيتم التطرق إليها في هذه الجلسة الموضوع الأول هو القضاء يعني تم تغيير المرسوم وتم تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء حفاظا على القضاء وحفاظا على استقلاليته للأسف لرأو في اليوم من قبل عدد من القضاء وليس من قبل أغلبية القضاء عنه اغتيال للعدال ترجمة نانسي قنقر وفي سياق تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا أكدت وسائل إعلام أوكرانية سمع عدوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة لوفوف غربي البلاد كانت القوات الروسية قد استهدفت مصنعا عسكريا ينتج دبابات في ضواحي كييف بعد استهدافها مصنعا لإنتاج صواريخ نبتون والتي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب طراد الروسي موسكفا هذا وتشهد مدينة ماريوبو القتالا عنيفا بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية المدافعة عن المدينة وقلل متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن الوضع في المدينة عصيب منشيرا إلى أن الجيش الروسي يستدعى باستمرار وحدات إضافية لاقتحام المدينة كما أشار كذلك مسؤول الروسي أو عفوا أشار المسؤول الأوكراني إلى أن روسيا استخدمت قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة ماريوبو وذلك لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لافتا إلى أن قوات روسية تركزوا جهودها في أماكن أخرى للسيطرة على مدينتي روبينجي ووباسنا في شرق أوكرانيا موسيقى المجرمان بالطاقتربية العقوم بالطاقتربية و العن cœ celة بالجرمان تقончيك قد قتل م احني قصيد salad ظهرين في الطاجcraft مش기를 مجرمان Colombia تأسدوني شعرميه ضرورة في عدد مقراري مصدرحة اما يتغيريه، إذا طديقه سنعارتلبي في عدة مقراريه إزم بريمه ضرورة في تحريب مقراريوه بشتكة مقرارات البطل Thanksبه مقرارات حليم على إضافيات نخريعة في عدد مقراري في مقرارات حليم بلغة مقرارات خليم على قرارات مقرارات في وحدينا وضرورة في اردد مقراري ترجمة نانسي قنقر 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 حيث أشهد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام في حين أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية الأمر الذي من شأنه أن يفتحوا أفقا لتعايش وتعاون بين جميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر الليلة الماضية 67 منطقة تمركزا لعناصر ومعدات عسكرية أوكرانية كما تم إسقاط مقاتلة من طراز سو 25 جنوبية مدينة إيزيوم وأشار التقرير اليوم عن سير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تدمير مصنع لإنتاج المدرعات في كييف ووشة الصيانة وإصلاح المعدات العسكرية في نيكولايف بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى وكذلك إصابة وتدمير 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة ببولتافا وأودسا وجوساروفكا قالت وزارة الدفاع الروسية أنه قد تم إجلاء مجموعة من المدنيين لأول مرة من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف الأوكرانية معظمهم نساء وأطفال وأوضحت مصادر بالوزارة أن حافلات تابعة للجيش نقلت الدفعة الأولى من المدنيين والتي تضم نحو 100 شخص معظمهم نساء وأطفال وكبار سنة أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني الاتفاق على فتح تسع ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة هذا وأضفت المسؤولة الأوكرانية أن خمسة من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوهانسك في الشرق والتي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي إن جميع دول العالم يجب أن تكون مستعدة لاحتمالية استخدام روسيا أسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا وكشف زلينيسكي في مقابلة مع شبكة سي أن أن عن خسارة الجيش الأوكراني ما بين 2503 ألاف عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية مشيرا إلى أن تحديد عدد الضحايا المدنيين أكثر صعوبا نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها أن رئيس الوزراء الأوكراني وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع اللقاري خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأوضحت المصادر أن الوفد الأوكراني سيلتقي بشكل ثنائيا مع المسؤولين الماليين من مجموعة الدول السبعي وغيرها والمشاركة في مائدة مستديرة حول أوكرانيا يصطدفها البنك الدولي يوم الخميس القادم وسيكون اجتماع الخميس أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين للاجتماع بشكل شخصيا مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر قال مسؤولان أوروبيان لشبكة CNN الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أخبر الحلفاء الأوروبيين أن الولايات المتحدة تعتقد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى نهاية العام الجاري وأكد المسؤولان الأوروبيان أنه لا توجد مؤشرات على أن الأهداف النهائية للرئيس الروسي بلاديمير بوتين قد تغيرت كما أشاروا إلى أن المفاوضات الديبلوماسية بين كييف وموسكو تسير ببطء أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس أن واشنطن ملتزمة بمواصلة القيام بدعم الأوكرانيين جاء تعليق برايس ردا على العدد الأخير من صحيفة واشنطن بوست والتي قالت أن موسكو حضرت واشنطن في الأيام الأخيرة عبر القنوات الدبلوماسية من عواقب غير متوقعة وذلك على خلفية تسليم مساعدات دفاعية إلى كييف من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارو فإن واشنطن قادت حملة دعائية زعمت فيها أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا بدلا من تفسير حقيقة وجود مختبراتها البيولوجية هناك وأضافت زخاروفا أن الجانب الروسي كشف ونشر الحقائق التي ظهرت حتى الآن عن المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ودعت السلطات الأمريكية إلى تقديم تفسيرات لكن واشنطن لا تظهر استعدادها في مشاركة أي معلومات جوهرية حول برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن حملة واشنطن وتصرفاتها لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي بمثابة مسرح عبثي كما أضف أن الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها قاطرة لديمقراطية وحقوق الإنسان في الواقع لا تفيهي نفسها بالمعايير الرسمية للعضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أشار كذلك إلى أنه من بين 12 اتفاقية دولية رئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولات اختيارية لها صدق الجانب الأمريكي على خمسة منها فقط قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمن أن تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا مثل الدبابات لن يكون دخولا في الحرب ضد روسيا ويدور جدل داخل ألمانيا منذ بداية الحرب في نهاية فبراير حول نوع الأسلحة التي يمكن توريدها لأوكرانيا ومدى سرعة توريدها وتتعرض ألمانيا لضغوط مباشرة من كييف حيث يحث القادة الأوكرانيون الحكومة الألمانية على تسليم المزيد من الأسلحة للمساعدة في محاربة القوات الروسية أدانا الاتحاد الأوروبي قرر روسيا بطرد 18 من دبلوماسيه ردا على طرد الاتحاد عددا من ممثلي موسكو بتهمة التجسس ووصف الاتحاد في بيانه قرار موسكو بأنه خطوة انتقامية وغير مبررة معتبرا أنه سيعمق من العزلة الدولية لروسيا قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قال إن الطراد الروسي موسكوفا أغرق بصارخين أوكرانيين مؤكدا أنها ضربة قاسية لروسيا وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش الأوكراني ضرب الطراد الروسي بصارخي نبتون نافيا بذلك رواية موسكو التي تؤكد أن باريجتها الرئيسية في أسطول البحر الأسود تضررت بشدة جراء حريق نفت وكالة الاستخبارات الأوكرانية ما تردد عن إطلاق النار على منطقة روسية مشيرة إلى أن اتهامات موسكو مزيفة وتشير الاستخبارات الأوكرانية إلى أن روسيا دبرت الحادثة كعمل استفزازي وكانت موسكو اتهمت القوات الأوكرانية في وقت سابق بشن هجوم على أحدى مناطقها بواسطة المروحية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية للطرق في المناطق المتأثرة بالصراع في أوكرانيا وأضفت الدفاع البريطانية أن تلك الأضرار تمثل تحديا كبيرا أمام توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي كانت تحاصرها روسيا في السابق قررت روسيا حضر دخول رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون إلى أراضيها وقالت وزارة الخارجية الروسية أنها منعت أيضا وزيرة الخارجية لستروس ووزير الدفاع بينوالس وعشرة سياسيين وأعضاء آخرين بالحكومة البريطانية بالدخول إلى البلاد وأضفت الوزارة في بيانها أن هذا التحرك جاء في ضوء العمل العدائي غير المصبوخ من قبل الحكومة البريطانية لا سيما فرض عقوباتا على كبار المسؤولين الروس لفدة إلى أنها ستوسع القائمة قريبا بحث وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن مع نظيرته الألمانية جهود مساعدة أوكرانيا والدفاع عن أراضي حلف الناتو على طول الجناح الشرقية كانت الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بمساعدة عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار كما تعتزم لحكومة الألمانية زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا خلال العام القاري إلى ملياري دولار أو ملياري يورو وأوضح وزير اللامالية كريستين ليندنز أنه سيتم توفير المبلغ المذكور من خلال الميزانية التكملية للموازنة الألمانية اشتركوا في القناة أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين وسبعمائة وثمانين ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأفادت وزارة الخارجية البولندية بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد إلا أن هناك مواطنين من دول أخرى بين اللاجئين طلب برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى مناطق النزاع والمدن المحاصرة في أوكرانيا لمساعدة سكانها وقال برنامج الأغذية العالمية أنه قدم مساعدة غذائية وصلت إلى مليون وأربعمائة ألف شخص في أوكرانيا كما يسعى إلى توصيل الغذائي إلى مليونين وثلاثمائة ألف شخص خلال شهر أبريل الجاري لكنه يحتاج إلى وصول آمن أفادت أرقام رسمية أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضا ملحوظا يهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي بنحو ثلثين في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة وقالت شركة جازبروم الروسية أن حجم الصادرات إلى أوروبا تراجعت بنسبة 26.4% بين نوفمبر الماضي ومنتصف إبريل الجاري مقارنة بالفترة نسيها من العام السابق أفاد مراسل أكسرا نيوز في برلين باعتزام الحكومة الألمانية استيقار أربع محطات عائمة لتسييل الغاز بقيمة 2.5 مليار يورو لتكون بديلا على الغاز الروسي وفي السياق المتصل أكد وزير المالية الألماني كريسيان لاندنر أنه يجب على بلاده خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام مشيرا إلى أن محطات الغاز الطبيعي المثال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك ضربة قوية يتلقاها الاقتصاد العالمي مع استمرار الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد المزيد في العرض التالي مع الزميلة أي لطفي أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام ما زالت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تلقي بضلالها السلبية على الاقتصاد العالمي الذي تتزايد معاناته يوما بعد يوم في ضوء ضبابية المشهد العالمي وتعقد الأزمة سياسيا وتصاعدها عسكريا فبحسب كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي فإن الصندوق سيخفض تقديراته لنمو العالمي لعامي 2022 و2023 إذ تتسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل ومن المتوقع أن يخفض كل من صندوق النقد والبنك الدوليين توقعاتهما لنمو في 143 اقتصادا تمثل 86% من الناتج الاقتصادية العالمية على الرغم من أن معظم دول ستحافظ على نمو إيجابي وبعيدا عن انخفاض النمو وارتفاع التضخم وتزايد الأعباء المعيشية للمواطنين في العالم فإن الخبراء يحذرون من خطر جديد كبير يتمثل في تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية مع اختلاف معايير التجارة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع والعملات الاحتياطية وهو ما يمثل أكبر تهديد للنظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة بالطراب سوق الأغذية جراء الأزمة الأوكرانية ولم تقف الأثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على دول الفقيرة أو النامية ولكن أيضا على دول الكبرى في العالم ففي فرنسا ارتفعت أسعار السلع الغذائية لأرقام قياسية وزادت بفرنسا مبيعات الطحين والزيت عباد الشمس بشكل حاد أيضا تفاقم التضخم في بولندا حيث كشف المعهد الاقتصادي البولندي تسجيل معدل التضخم في البلاد أعلى مستوى له منذ 21 عاما وارتفعت أيضا أسعار الطاقة بنسبة 24.3% والوقود بنسبة 33.5% كما تسارعت وطيرة نمو الأسعار من 7.6% إلى 9.2% أما في ألمانيا فقد دعا وزير الاقتصاد روبرت هابك مواطنيه الألمان إلى البدء في توفير استهلاك الطاقة مقترحا استخدام القطارات أو ركوب الدراجات الهوائية بدلا من قيادة السيارات إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا سريعا لاستمرار التدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي أشكر حضراتكم وإلى اللقاء أما في الملف الفرنسي يعقد مرشح الرئاسة الفرنسية الرئيس إمانويل ماكرون تجمعا كبيرا في مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا في محاولة لإقناع الناخبين الذين صوتوا لليسار بل انضمام إليه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وذلك ضد منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان وأفاد استطلاع رأي عن نواية تصويت أجراه معهد إبسوس ومؤسسة سوبراستيرا أن ماكرون سيفوز على لوبان بحصوله على 56% مقابل 44% في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية ووفقا للاستطلاع فمن المحتمل أن يصوت لصالح ماكرون 28% من أنصار المرشح اليساري الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات جان لوك ميلشون كما من المحتمل أن يصوت 16% منهم لصالح لوبان قالت تايوان أن ست طائرات عسكرية صينية تغلت في مجالها الجوية وأشارت تقارير إلى أن حكومة تايوان أصدرت بالفعل تعليمات طوارئ لمواطنيها في حال وقوع هجوم صيني يأتي هذا فيما قالت وزارة الدفاع الصينية إنها أجرت مناورات عسكرية جوية وبحرية في منطقة تايوان ردا على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة على حد قولها وشاركت في المناورات مدمرات وفرقاطات وقاذفات ومقاتلات وقوات أخرى اخترحت لجنة الأمن القومية التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان أن يتم تعزيز القدرات الهكومية للجيش الياباني ضد القواعد العسكرية المعادية في خطوة لمواجهة التهديدات الصاروخية والأمنية الأخرى في المنطقة وأضاف النواب أن امتلاك مثل هذه اللاقدرة يظل أمرا حساسا من النحية السياسية في اليابان نظرا لسياستها المواجهة حصريا للدفاع بموجب دستوريما بعد الحرب العالمية ووفقا لهذه المقترحات ستحافظ اليابان على موقفها الدفاعي وتحد من استخدامها لقوات الدفاع عن النفس إلى الحد الأدنى الضروري مع الأخذ في الاعتبار على وجه التحديد عوامل مثل الوضع الأمني الدولي أقامت كوريا شمالية عرضا مدنيا لإحياء الذكرى المئة وعشرة لميلاد كيم ألسونغ مؤسس الدولة حضر العرض الزعين كيم جونغ أون ومسؤولون آخرون وحشد كبير من المواطنين يرفعون الأعلام ويحملون الزهور وفقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA على الاستخدام الطارئي لجهاز يقوم لأول مرة باختبار يحدد وجود مكونات كيميائية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد من خلال التنفس وذكرت الهيئة أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لإجراء الاختبار في المكاتب الطبية ووحدات الفحص المتنقلة كما أشارت إلى أن الجهاز وحجمه يعادل حجم حقيبة سفر صغيرة يمكن أن يعطي نتائج الاختبار في أقل من ثلاث دقائق وهو يقوم على نظام يتعقب وجود مكونات كيميائية ذات صلة بفيروس كورونا في السياق أظهرت دراسة للجهاز أنه كان بمقدوره أن يحدد بدقة 91% من العينات الإيجابية للإصابة بالفيروس و100% من العينات السلبية ترجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي وأعلن معهد روبرت كووخ الألماني لمكافحة الأمراض من تسجيل أكثر من 37500 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل أكثر من 150600 حالة يوم السبت الماضي كما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 29 حالة مقابل 309 حالات قبل أسبوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكاثوليك من جميع أنحاء العالم قد سعيد اللوفسح بكنيسة القيامة يأتي ذلك بعد عامين من القيود والقيود المفروضة لسبب فيروس كورونا المستجد نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تم ضبط أكثر من 43 طن سلع غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 31 طن دقيق وسكر مدعم وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 30 طن وفي مجال حجبي وبيع مواد البناء بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 114 طن أسمنت وحديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 497 قضية من بينها 141 قضية خبز ناقص الوزن ومئة وثلاث قضايا خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر نفل مركز العالمي لمجلس الوزراء صدور منشورا رسميا من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022 وأكد المركز نقلا عن وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم والتي سيتم من خلالها تعين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات متتالية مضيحة أنه يجري حاليا الأعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية وكذلك المواصفات التربوية المطلوبة منشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية اقتصادياً تحبى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بإقبال كبير من جانب المواطنين بالنظري إلى عوائدها الاقتصادية والبيئية 250 كم يومياً هي المسافة التي يقطعها محمد وصولاً من مقر سكنه لمقر عمله والعكس وتصحب هذه المسافة الكبيرة التي يقطعها تكلفة أكبر لتموين البنزين شهرياً لذلك وجد أن أفضل خياراً له هو تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي وهنا داخل أحد مراكز التحويل بعد أن أنهى إجراءات الفحص والتسجيل تم تحويل السيارة في عملية لا تستغرق أكثر من أربع ساعات فكرت في موضوع الغاز سألت أكثر من واحد وكان برضو معي عربية محولة الغاز فقالت أن توفير الغاز بيوفر ما لا يقل عن 60% من التكلفة لو أنا كل شهر بفول بحوالي أو بحطي بنزين بحوالي ألف جنيه مع الغاز بيبقى حوالي 400 في الحدود اللي زي دي فالفترة اللي فاتت تاني نقطة خلتنا حاول برضو غاز أنه خلال الفترة اللي فاتت محطات الغاز بكترة ويتعامل أكثر من محطة في كذا مكان سواء القاهرة أو سواء الأقاليم فممكن التفويل أفول ونرايح ونجاي أفول فليت أوفر بكتير محمد هو واحد من ملايين المواطنين الذين وجدوا بعد تحويل سياراتهم أن استخدام الغاز بديلاً عن البنزين وفر لهم تقريباً 70% من التكلفة الشهرية أنا جبت عربية غاز عشان خاطر موفر معي عن البنزين البنزين ممكن في الشهر بيكلفني 6,000 مثلاً لا هي ممكن تكلفني 3,000 يعني وعدم 100 جنيه في اليوم مثلاً كنت جايب عربية بنزين حولتها طبعاً غاز لأنه اقتصادي جداً عمليه ما فيه مش مشاكل الكلام ده كله لأنه ديتني تكلفة لي هو موفر جداً يعني أنا بالنسبة لي كنت يومياً بحط مثلاً 50 جنيه منزين بحاجة زي كده دلوقتي 50 جنيه حلوية بتمشيني يعني اليوم كله بعد التحويل تحصل السيارة على ضمان مدته عام وطوال هذه المدة تتكفل الشركة بتكاليف الصيانة وقطع الغيار بالكامل أنا موجودين هنا في خدمة العميل العميل بييجي معها عربية بيستفسر عن العربية عايز يحاولها غاز فبينوجهوا للإدارة الورشة الناس عندها في الورشة يفحصوا العربية ويشوف العربية محتاجة مجموعة إيه اللي هتحاول للعربية وبعد كده بنحدد معها الأوراية المطلوبة ونبدأ نتوجه للإدارة المالية عشان خاطر يتم التعاقد مع العميل ويحدده اليوم اللي هيركب فيه الغاز وبعد كده بيجي اليوم بقلي بركيب في الغاز يخش الورشة يركيبه فيه المجموعة وبعدا ما يخلص بنشارك على العربية بنعمله تيست وبنشارك على العربية ببرمجة العربية ونسألمه شهد الضمان وبكده الموضوع بنوجهه وازده العربية تشتغل الغاز كده السنة الأولينية اللي هي السنة بتاعة الضمان الشاي من القطع غيره وصيانة العميل ما بيتفعش أي تكلفة يعني أي مشكلة بيتقابل العميل بيتوجه لمركز سيانة بنعمله المشكلة اللي هي بالنسبة موجودة معها في العربية ويخضوا عربيته بيبش أنا النهاردة جي أعمل سيانة العربيتي انت بهمني أنا لسه محاولة من فترة وهي أتقعد سنة على ما أظن بتعمل سيانة مجاني والناس هنا الصراحة بيرحبوا بينا والدنيا حلوة وكده يعني وما فيش أي مشكلة أصلا من الغاز معي ضمان سنة أعمل سيانة فيه غير لأي قطع غير فيه كل حاجة مجانة لمدة سنة محطة تموين الغاز تتواجد في كل مكان تقريبا وبمعدل انتشار واسع ويمكنك من خلال تطبيق موب ستيشن معرفة موقع أقرب المحطات إليك أنا بلاقي طبعا المحطات في كل حد في كل مكان يعني اسكندرية المنصورة يعني ندلئة الماكلة بروح لها كتير فيها محطات كتير كتير في التجمع موجودة ومصر الجديدة موجودة كتير وعلى طريق اسكندرية برضو موجودة وعلى وصل الدشور موجودة برضو يعني موجودة في كل حد سيارة آمنة موفرة وصديقة للبيئة هذا ما ستحصل عليه بعد تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي فقد أصبح هو الكلمة السحرية والحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بطاقة الغد الأكثر مضافة والأقل تكلفة والأطول استدامة مرنى عادل أكستر نيوز أعلنت وزارة البيئة التونسية تفعيل الخطة الوطنية وذلك لتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بجهة قابس والحد من تدعياتها وذلك بعد غرق سفينة شحن تجارية على بعد نحو سبعة كيلومترات من خليق قابس جنوب شرق تونس هذا وكانت سفينة شحن ناتجارية قادمة من غينيا الاستوائية متجهة إلى مالطا ومحملة بسبعمائة وخمسين طون من الوقود قد غرقت في المياه الإقليمية قبلة سواحل قابس في تونس إثر تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبلة السواحل الجنوبية لتونس هذا وافتت مصادر محلية أنه تم إجلاء طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص كما أكدت المصادر عدم وجوده تسربا للوقود إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه اللانشة الإخبارية وهذا تذكير بأبرز عنوية الرئيس السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة ويؤكد تقدير الشعب المصري لجهود وتضحيات أبطالها تنديد عربي ودولي باقتحام الاحتلال لباحات المسجد الأقصى ودعوات إلى التهدئة وضبط النفس وقتال عنيف في ماريوبال أوكرانية وقصف روسي على كييف وتسع ممرات لإجلاء المدنيين ولمزيدنا من الأخبار مشاهدين يمكنكم متابعة الموقعنا على الانترنت extra news.tv والبث المباشر على اليوتيوب extra news live stream يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق extra news من خلال apple store أو google play أو من خلال qr code الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كان معكم في هذه النشرة للاسكا فوزي وأنا دليل مصطفى اشتركوا في القناة